يعني هي بتكوني وبتدمع وبحق فيها ده يشكوى بتجنى كتير جدا جدا خصوصا من الفميلز من الستات يعني فاحنا موضوع الحساسية والحرقان اللي في العين ده لأسباب كتيرة جدا بس انا هذكر فيها سبب يكون خافي او قد يكون خافي على كتير من المرضى اللي بيبنى خصوصا الستات اكتر سبب التعب العين هو حق العين يعني انت لما نجبتك لك بتروح انت حكيكها كده 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 هي بتعبك اكتر كمان طب ازاي ده بيحصل لما اجينا اتدور انا لقيت ان معظم المرضى الفميلز بالذات اللي هم مهتمين بنفسهم بيدعاكوا في انهم كده المشكلة بزيد اكتر بقام بيبقى فيه كريمات بيستخدموها عشان نتهنوا وشوهم الكريمات اللي بيحطوها بيحطها بأديهم معادة مش بيخسلوا قديهم بعدها لما بيجي يدعك عينيه طوال اليوم فالكريم بس او فيه بعض الكريمات بتحط على اليد عشان ترطب اليد لما بيجي يدعك عينيه بعد كده بيبتدي الكريم ده يخشه جوه عينيه وتبتيجي له الحساسية فالحساسية جات له من حتيتين جات له من الكريمات اللي على الوش لما بتتبخر ودخلت جوه عينيه وجات له من ايديه ده الحساسيات المزمنة انا مش هتكلم عن الحساسيات اللي هي العادية في اليوم العادي اللي ده قصة تانية خالص اللي ده علاجات عادية لكن انا بكلم عن الحساسية المزمنة اللي هو المريض عمال يتنقل من ايادة لايادة وعمال ياخد من كورتزون لكورتزون وما بيخفش لو انت ما بتخفش مع الحساسية المزمنة فكر في الكريمات اللي انت بتستخدمها على وشك والكريمات اللي انت بحطوها على ايديك ووقفها مفيش حل تاني عندي يوقفها استخدم مية ويعمل اختبار لنفسك اسبوع لو لقيت نفسك استريحت وبقت كويس يبقى هو ده السبب وابتدي قنن الحاجات دي شوف منها اللي بيعايج العين وده سبب مهم جدا حتى هما في الكورونا فيروس للوقت فيه كلام على انت لو لطيت حد عنده كورونا وخدت ايديك ودعكت في عينيك ممكن الفيروس انت نقل للعين عن طريق دعك اليد وان كان ده قليل لكن بيدرسوه وبيحاول يفهمه فاذا ندحكي لقين باليد في حد ذاته يعتبر مشكلة ما هوش حاجة سهلة كل ما نقلل منها او على القل نخسل ايدينا قبل ما ندعك عنينا بادينا نخسل ايدي كويس قبلها ده ممكن نجنبنا شكل من الاشكال الحساسية ونجنبنا شكل من الاشكال العدوى فالموضوع ده مهم جدا وبيحتاج ان انت تركز ليه عنيك بتحرقك وامتى وازاي ووقف الكريمات واخسل ايديك قبل ما تدعك عنيك هتلاقي الدنيا اختلافت معك من غير حتى اي اطارات او مرتبات او اي كورتوسونات الف شكرا اشتركوا في القناة